أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبإمتي وبعزتي وسمحتي وعقيدتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة 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 والصول الله رب اشرح لي صدري واسر لي أمري وحن العقدة من لساني يبقاه قولي الشيطان بيدخل الإنسان مداخل قبل الذنب وبعد المعصية وخطاب الشيطان قبل المعصية غير خطاب الشيطان بعد المعصية تماما لو قرر الإنسان إن هو يتوب يعني مثلا ممكن ييجي الإنسان قبل المعصية عشان يشجعه عليها يقول إن شاء الله ربنا غفور رحيم تقلقش إن شاء الله هتتوب بعدها هي مرة واحدة أصل كل الناس بتعمل كده يا عم أصلا أهم حاجة لأخلاق وإنت نيتك كويسة ييجي مثلا للبنت يقول لا هي ليلى واحدة ليلت العمر ييجي مثلا للشاب يقول له أنت بس هتدخل على الموقع ده تاخد فكرة بس أنت مش تعمل معصية ولا حاجة فالشيطان بيدخل قبل الذنب داخلها معينة يخلي الإنسان يتشجع المعصية ويدي له مبررات لكن بعد المعصية الخطاب بيختلف تماما لو قررت إن إنت تتوب شتان يجي لك بعض المعصية بنت مثلا كانت محجبة وقلعت الحجاب أو أحدها كانت منطقية وقلعت النقاف فعايزة بقى تتوب وترجع تلبس النقاف تانية وتلبس حجابها تانية يجيش طان يقول لها إيه ده إيه ده تلبسي النقاف تاني أو تلبسي الحجاب هو الدين لعبة فيدخل مدخل تاني واحد مثلا عايز يتوب بعد ما عمل المعصية يقول له أنت أنت التوب يا عم التوبة دي مش ليك كلام ده مش ليك أنت أصلا منافق ما ينفعش التوب فيحاول بعد المعصية يأس الإنسان ومن الأحديث الجميلة جدا في السنة حديث سيدنا المقداد بيحكي رصة رضي الله عنه بيقول إن هو في يوم من الأيام كان معات نم من الصحابة وكانوا من شدة الجوع يعني خلاص كان هم مش شايفين ومستمعين فبدأوا يعرضوا نفسهم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عشان يضيفوهم فالصحابة كانوا في الوقت ده فقراء جدا فما فيش حد يأكلهم فعرضوا نفسهم على النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام أخدهم معاه ولما دخلوا البيت لقى أعنز فقال احتلبوا هذه الأعنز بيننا فكان سيدنا المقداد بيحكي بيقول كنا بنحلب الأعنز دي بنعمل كل واحد ساي كبايت لفن كده واحدة ليا والاثنين الصحابة اللي مع سيدنا المقداد واحدة للنبي والنبي عليه الصلاة والسلام كان كل يوم بيدخل كل ليلة بالليل بيدخل يسلم قال فكان يسلم سلاما يسمعوا اليقظان ولا يوقذوا النائم فيسلم فيشرب شرابه ثم يدخل المسجد فيصلي ركعتين كان ده حال النبي عليه الصلاة والسلام فسيدنا المقداد بيحكي في ليلة من الليالي النبي عليه الصلاة والسلام خرج كان ويطوف على بيوت الأنصار فقال بعد أن شربت شرابي جاءني الشيطان هو سيدنا المقداد شرب الكباية اللبن بتاعته ولسه الكباية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام زي ما هي فقال فجاءني الشيطان فقال محمد صلى الله عليه وسلم عند الأنصار فيضحفونه ما به حاجة إلى هذه الجرع قال له النبي عليه الصلاة والسلام طبعا الشيطان ما بيصليش على النبي سأل له النبي عند الأنصار فبيأكلوه بيشربوه فهو ايه مش محتاج يشرب الشراب ده فسيدنا المقداد بدأ الشيطان يوسويس له ويدي له مبارات يقول له انت محتاجها ومش شربه فسيدنا المقداد بدأ يجاهد نفسه وبعدين في الآخر هو عطشان عايز يشرب فقام شرب اللبن فقال فقمت فشربتها فما أنوغلت في بطني وعلمت ألا سبيل إليها يعني خلاص اللبن نزل وخلاص مش عرف أجيبه تاني جاءني الشيطان ويندمني قال ويحك ما صنعت شربت شراب محمد أشربت شراب محمد الآن يجيء فلا يجد شرابه فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك فسيدنا المقداد يعني حالة بين اليأس والآلاء غير عادية قال وعلي شملة إذا غطيت بها رأسي بدت رجلاي وإذا غطيت رجلاي بدت رأسي وخايف ذا النبي عليه الصلاة والسلام خلاص جاي على وصول سيدنا المقداد بيقول أما صاحبايا فنام ولم يصنع ما صنعت وما ناموا مشربوش لنشرفت ده فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عادته صلى الله عليه وسلم سلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقذ النائم فسيدنا المقداد أول لما شاف النبي داخل وبيرفع الإناء عشان يشرب اللبن فلا الإناء فاضل قال فقال فقلت الآن يد علي فأهلك قال دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام هيد علي فهضيع خلاص فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع إيده وقال اللهم أصع من أطعمني واسق من سقاني وقال سيدنا المقداد فقمت فشددت الشملة وأخذت الشفرة وعايز يصيب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فصلع يجري بسرعة عشان يحق يشوف أي وحدة من الغنم أسما عشان يتبحى للنبي عليه الصلاة والسلام ويشويه فأول لما راح قال فإذا كلهن حفا فلقى الضرع بتاع الغنم مليان لبن فقال فاجئت بإناء لآل محمد لم يحلموا أن يحتلبوا فيه يعني ما كانوش متوقعين أنهم يعني إناء بالحجم ده يتمني لبن قال فحلبت فيه حتى علته الرغوة وقلت للنبي عليه الصلاة والسلام خد بقى الإناء كده مليان لبن وراح للنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال أشربتم شربكم الليلة فقلت يا رسول الله اشرب قال فشرب فقلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم نوالني فقلت يا رسول الله اشرب قال فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوة ألقيت على ظهري من الضحك سيدنا المقداد وقع على ظهره من كتر الضحك فقال صلى الله عليه وسلم إحدى سوقاتك يا مقداد فقال يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وحكى له القصة اللي حصلت فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذه إلا رحمة هل لا أذنتني فنوكض صاحبين فيصيباني منها كما أصبنا فقال المقداد رضي الله عنه والذي بعثك في الحق يعني إن أصبت منها وأصبت معك ما يضرني من أصب منها من الناس شاد من الحديث شوف مداخل الشيطان جيل السيدة المقداد في الأول يشجعه وبعدين جي بعدها يندمه جاءني الشيطان يندمني فالشيطان دايما حريص إن الإنسان بعد المعصية تجيله حلة من اليأس اليأس إنه ييأس إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ييأس إن ربنا يرحمه واليأس ليه أسباب منها إن الإنسان يقع في المعصية يعني هو إنسان أصلا الحمد لله ماشي كويس على طاعة ربنا سبحانه وتعالى فيعمل ذنب يكسره فيجيله الشيطان في اللحظة دي عشان ييأسه أو الإنسان يكون عنده زنوب كتير جدا فيقول له هتوب من إيه ولا من إيه أو مثلا يكون الإنسان فيه ذنب معين كل شوية يقول أنا هتوب من المعصية دي ومش هرجع تاني ويرجع أول لما يمشي شوية يقوم وهاقع فاللحظة دي لحظة يأس الشيطان بيستغل المرحلة دي آخر حاجة إن الإنسان يكون التاريخ بتاعه أصلا كله سيء جدا يعني هو كان ليه زنوب ومعاصي كتير جدا زمان فكل ما يفكر يقول لا 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 أنا مستحيل ربنا يقبل أنا مش بتعتوب فدي الحالات اللي بتسبب يأس الإنسان فاحنا ننصح لإنسان اليأس بإيه أول حاجة انت ما تيأسش من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يغفر الزنوب جميعا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا على أنفسهم يعني عمل كل حاجة تجاوز الحد أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الزنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ربنا سبحانه وتعالى يغفر كل الزنوب فأول حاجة نقولها الإنسان اليأس ده ما تيأسش من رحمة ربنا سبحانه وتعالى تاني حاجة مهما حصل لا تمل من التوبة متزهقش كتير مننا هو بيمشي شوية بعدين يقع في معصية بعدين يقول أنا هتوب بعدين يرجع يقع في الزنب تاني بعدين يرجع يقول هتوب تاني بعدين يرجع يقع في الزنب تاني فيقول لك خلاص أنا تعبت أنا من كتر منع بتوب وبرجع خلاص زهقت فيبطل يتوب الحالة دي الشيطان بيحبها ودى الشيطان لو ذفر بكم بهذه إن انت تفقد الأمل إن انت اللحظة اللي هتقول عندها أنا هبطل توب فبنقولك لا تمل من التوبة ما تيأسش كل لما تقع في معصيها جد للتوبة بتاني لكن خد بالك احيانا بيبقى لوحد في التوبة بتاعته في حتة كده ومش واخد باله منها وما قطاعش السبب بتاع المعصية فما تسيبش الابواب متواربة دايما احيانا بعض الشعب هو دايما ايه يبقى سايب باب المعصية متوارب هو مش عايز يعمل للبنت بلوكة علشان ايه برضو ما يكسرش قلبها حرام فدايما سايب حتة كده متواربة الحتة المتواربة دي الابواب المتواربة دي اللي الشيطان بيرجع منها فما تسيبش ابواب متواربة احترم ضعفك احترم ان انت ضعيف فالنقطة التانية لا تملي من التوبة لا تملي من التوبة ان الله تعالى لا يمل حتى تمله النقطة التالتة قوم مما كما وقعت يعني ايه احيانا ممكن تكون مسافر من بلد لبلد وانت في نص الطريق العربية مثلا الكويتش بتاعها ضرب منك فانت بتنزل بتصلح الكويتش العربية وبتكمل من نفس النقطة يعني محدش بيقولك هترجع لبداية الطريق تاني ويجيب الطريق من اوله عشان انت وقعت في النص كتير من الشباب هو مثلا خد قرار انه هو هيبطل مثلا يدخل على موقع اباحية ويعمل مثلا معصية السر فبعد فترة هو خلاص بيجاهد نفسه ومشي في الموضوع ده اسبوع اسبوعين وبعدين وقع فالشيطان بيجيله في اللحظة دي يقاسه يقول له خلاص انت فيش فيك امل انت قلت انت خلاص هتتوب ووقعت احيانا الانسان او العبد ده بيفتكر ان هو محتاج يرجع للأول تاني وان كل اللي انا عملته ده راح ده مش صح السعي بتاعك والمجهود بتاعك ومجهدتك لنفسك اللي فات ده مراحش قال تعالى وقال ليس الانساني الا ما سعى يعني قوم من نفس النقطة ربنا سبحانه وتعالى هيكفأك على مجهودك اللي فات ربنا سبحانه وتعالى مش يضيع السواب بتاع المجهد اللي انت كنت بتعملها يعني انت قعدت اسبوعين تجاهد نفسك ده ان شاء الله لاجر بتاعك مكتوب قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اننا لا نضيع اجر من احسن عمل فلو اعت ام النفس النقطة اللي انت واعت فيها النقطة الرابعة هي ان انت ما تعتمدش على العمل بتاعك كان ابن عطاء الله يقول من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل من علامة الاعتماد على العمل يعني الانسان الاصل ان هو المفروض يعتمد على رحمة ربنا سبحانه وتعالى ما يعتمدش على العمل بتاعه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا لن يدخل احدا منكم عمله الجنة فقالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته يعني قال بعدها سدده وقاربه العمل بتاعك ده مش هو اللي هدخلك الجنة العمل ده سبب ان ربنا يرحمك فما تعتمدش على العمل بتاعك اعتمد على رحمة ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه ما تعتمدش على العمل احيانا يبقى كتير مننا مثلا هو ليه حال مثلا في القيام في العبادة فلما بيأثر شوية بتجيله حالة من اليأس ليه هو كان معتمد على العمل بتاعه هو كان شايف العمل بتاعه ما كانش معتمد على رحمة ربنا سبحانه وتعالى من الأساس فعشان كده ابن عطاء الله بيقول من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل فلما يأثر في العمل أو يقع في معصية الرجاء بتاعه يضيع قرص النقطة الخمسة هي ان احنا نفهم القاعدة القرآنية ان الحسنات يوذهب من السيئات احنا كنا في المرة اللي فاتت بنتكلم ان السيئات لها أثر وأول حاجة المعصية بتأثر فيها هي قلب الإنسان بتأثر في القلب فعشان نشيل الأثر ده لازم يكون في حاجة في المقابل الإنسان بيعملها قال تعالى ان الحسنات يوذهبن السيئات لما واحد رح للنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عبد الله بن سعود بيحكي قصة قال ان رجلا أصاب من امرأة قبلة فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وبيسأل النبي عايزي توب فربنا سبحانه وتعالى نزل الآية دي وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يوذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فالراجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألي خاصة يا دي لي أنا بس فقال صلى الله عليه وسلم لجميع أمتي من بعد يعني دي للأمة كلها إن الحسنات يوذهبن السيئات لما تعمل معصية رد عليها بطاعة وإعتف معصية بالسر اعمل طاعة في السر الحسنة بتوذهب أثر السيئة من القلب الظلمة اللي في القلب إن الحسنات يوذهبن السيئات يعني بتشيل السيئة من صحيفة الأعمال ربنا سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنات فاكتهد إن انت لما تقع في معصية لا تمل ولا تيأس اكتهد إن انت تعمل أعمال صليحة ربنا سبحانه وتعالى يدفع بالحسنات بتاعتك دي السيئات إن شاء الله ربنا يغفر لنا ويتوب علينا ويعفو عننا لا تيأس دي كانت رسالتنا إن شاء الله النهاردة لليأس إن شاء الله نكمل في الحلقة اللي جاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبإمتي وبعزتي وسمحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبإمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي